الإطار التنسيقي لمدة سنة كان قريباً جداً من السيد السوداني وكما نسمع وهم يدافعون وكان قد احتضنوا لكن في هذه الأزمة تحديداً نرى وآخرين معنا يرون بنفس الشكل أنه هناك عدم وجود رؤية موحدة وانقساماً في الخطاب داخل الإطار التنسيقي هل هذه بداية انقسامات حقيقية داخل الإطار التنسيقي أم هي آراء مختلفة ليس إلا أخي العزيز نجم نعم أخي العزيز نجم دعنا نغوص بالعمق تمام لم يكن هناك توافق حقيقي ما بين الإطار والسوداني ولا داخل الإطار نفسه منذ أن تأسست حكومة السيد السوداني إلى الآن وهناك أدلة أصلاً تكاد أن تكون حسية على هذا الاختلاف هناك أولاً كلنا سمعنا أنه من السيد رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي وكذلك من الشيخ خيس الخز علي بأن السيد السوداني نحن الذين يأتينا به ولذلك قراره يجب أن يخضع لإرادتنا وتوجهاتنا لست الذي أنا قلت هذا هذه مسألة في غاية الصعوبة لإعتقاد بها ثانياً نعم نقطة مهمة هناك داخل الإطار أقلاً هناك رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وكذلك السيد عمار الحكيم توجهاتهم لا تتماشى مع توجهات الإطاريين الموجودين هناك تنافس وهناك اختلاف ولذلك لا يوجد موقف موحد من الإطار اتجاه الأخ السوداني أبداً ولذلك أجزم لك أجزم لك إن كل واحد من هؤلاء العناصر المؤسسة للإطار هي تطلب من السوداني ما يتسجم مع مصالحها وينسجم مع توجهاتها ولذلك هناك صراع خفي هنا الإطار ليس ملائكة وليس ذو اتجاه واحد وليس ذو رؤية واحدة وتحكمهم المصالح الإطار هو عبارة عن تجمع مصالح هذه المصالح هي تقريباً أن تكون حزبية واختصلت هذه المصالح الحزبية والمؤسساتية اختزلت بمصالح عائلية وشخصية خلن يكون صريحين ولذلك هذه الهيكلة وهذه البنية لا يمكن أن تنسجم دافي داخلها ولا تنسجم في توافقها وتبع رئيس الحكومة أي كلام تتكلم خلينا أفكر معاك بطريقتك يا سيد الشابندر الشارع مليء بالمعلومات إن هناك صراع على وزارة النفط وهناك صراع على وزارة فلانية خلينا أفكر معاك وأتساير معاك بالطريقة التي تفكر بها وأنا أحترمها أن المصالح التي تتبنىها القوى السياسية هي مصالح حزبية وفياوية وعائلية وأنا أضيف إليها أن المصالح التي تكون بهذا الشكل هي مصالح قدرة إذن التوافق مع الأمريكان هل يمنعهم من تحقيق هذه المصالح أم أن الأمريكان من جاء بهم ليحققوا هذه المصالح وين العلماء الأمريكان إذا توافقوا معهم سيد الشابندر يعني أنا أسأل سؤال أنا أسأل سؤال أخ نجم نعم أسأل سؤال صريح أي يعني هي المصالح الشخصية ألم تتحقق ألم تحسب الوزارة الفلانية على الحزب الفلاني ألم تحسب الوزارة العلانية على المؤسسة الفلانية يعني هذه أسماء ومسميات أصبحت واضحة أخي العزيز يعني وزارة النفط يعني هذا أخي العزيز أخي الكريم هذه شوف أنا بالتحليل السياسي أنطلق من الواقعية والأخي العزيزة برغيف يرعفني بهاي مدرستي ما أريد عنوين عامة أنا أريد عنوين مشخصة حتى نصل إلى حل حتى نصل إلى نتائج واقعية الصراع الموجود أعطيك يا أختصلك إياها بنصف دقيقة أي فكرة المكونات تأسست في زمن صدام حسين ولكن خفية نعم لما جاء الأمريكي المحتل تحولت فكرة المكونات من فكرة خفية إلى فكرة علنية فكان المكون الشيعي والمكون السني والمكون الكردي وخذنا نتكلم عن مكتسبات المكون الشيعي يعني الشيعة مكتسبات المكونات الكردي يعني كردة وكلاسنة ثم تحولت هذه المكونات اختزلت بالأحزاب واختزلت بالمنظمات وأكثر هذه الأحزاب هم تأسست بالخارج ثم ماذا؟ ثم اقتزلت بأشخاص وعوائل موالا لي أقول وإنما الإطاريين هم أحدهم يفضح الآخر في هذا الجانب ثم هناك حتى على الجانب السني حتى على الجانب السني ليشس السنة خطيئة المكون السني هو متبتع بخيراته وبحقوقه هي أيضا حقوق أشخاص وتشفت المعارك ما بين زعامات السنة ما بيناتهم حول الفضائح المالية والمادية وحتى التنوكية ولذلك إنت عندما تقول لي إطار وكذا إنت وقع أن تحتي يا أخي العزيز وإلا أريد أن أسيلك سؤال واحد أريد أن أخشتك بالعمق أريد أن أخشتك بالعمق ألم يتولى الأخ فالح الفياض ثلاث وظائف كبيرة بالدولة في يونان واحد إلى الكفاية يجيب لي إياها يعني الثلاثة يعني حتى رب العالمين هم ما يقبل الثلاثة اللهم وزع الوظائف مالتا على الأنبياء ثلاثة وكلها تتعلق بالأمن القومي يعني وضح لي إياها يقول لي أي حكومة أي دولة أي قاعدة أي قانون أي كذا أو مثلا هذا الحلبوسي هو هو رئيس البرلمان يطرح أهله السيدة العراقية الأولى زين خلينا أجي إلى نقطة خلينا نقطة أهم منها حكومة أفراد حكومة أفراد خلينا أطرح سؤال خلينا أطرح سؤال يعني لماذا المواقف تتشكل فيما بعد ما السفيرة الأمريكية الرئيس مالتنا السيد السوداني في أكثر من التصريح وأمام الإطار قال لهم علنا نحن بحاجة إلى شراكات وعلاقات ودعم أمريكي والسفيرة الأمريكية قالت قبل فترة وأمام الإطار وعرفها الإطار وسمع بها الإطار ولم يزعل مما قالته قالت حكومة السوداني شريك أساسي مع الحكومة الأمريكية لماذا قبلت أمس ورفضت اليوم شنو كتلوا ربعه وبعده يتحزم يعني هذا السؤال لي أخي العزيز نجم أخي العزيز نجم أخي العزيز نجم نعم استعد أولا انتقدت السفيرة من قبل بعض أطراف الإطار وخاصة السيد نور المالكي والشيخ قيس الخزعلي وأكثر من إطاليين وكذا وهذه العاملة انتقدت انتقدت السفيرة الأمريكية بأنها تدخل بالشأن العراقي وأنت تعلم أكثر زيارات وزيرة السفيرة هي إلى السيد السوداني نعم وأيضا شكك بأنه إذا قبلت أمريكا عن السوداني فهذا يعني معنا نحن على خطأ دي شوفوا شون ولذلك أنا أسأل السؤال أقول للإطار إذا أنتو تردون تغلقون السفارة وقسم منكم يريد يطلد المحتل وقسم منكم يقول إلى أنه السفارة وإلا هذول المحتلين هم داخلين في عمق العراق لعد ليش لحد الآن باقين عن السوداني ليش باقين ليش راضين عنا إلى الآن أي يا أخي طلعوا عمي طلعوا هاي السفيرة تقول إلى أنه إحنا عدنا شراكة ونحن راضين عن حكومة السوداني زيان وإنت وكلكم ضد أمريكا ما هي حكومة السوداني هي حكومة الإطار سيد الشابندر هم يقولونها معي ومعك ومع الآخرين أن حكومة السوداني هي حكومة الإطار ورضا السفيرة الأمريكية عن حكومة السوداني هي بالمحصلة معادلة جبلية هو الرضا عن حكومة الإطار عسنا لا أرى وشوك تختلفون وشوك تتفقون نحن نتساعد هذا تناقض أخي العزيز هذا تناقض لأن الإطار لأن قسم من الإطاريين قسم من الإطاريين والفصائل المسلحة التي هي على علاقة عضوية ببعض الإطاريين نعم أنا سأسأل سؤال نعم لماذا توقفت الهجمات هجمات الفصائل المسلحة على السفار على الأمريكان وعلى التواجد الأمريكي من تأسست حكومة السوداني إلى هذه اللحظة بينما كانت في زمن الكارلمي الدق والضرب 24 ساعة موجود يعني هذا مو تناقض لذلك الإطار في بعض عناصره إلى أنه ينبغي عليه أن يخرج الآن من الحكومة أن يقول هاي حكومة عميلة أن يقول هاي الحكومة أولا أن راضية بوجود المحتل ثانيا إلى أنه محظية ببركة السفيرة الأمريكية جزيلا ثالثا إلى أنه رفضت رفضت إغلاق السفارة رابعا إلى أنه قالت التصدي زي اللعنة أشبقة بيها يا بيت يا جماعة قيز جماعة كذا أشبقة أنا أدري المالكي متحفظ خطيئة لأنه هو مكيف بوجود الأمريكان ومين يدخل وهو حاير بس أنا أتكلم عن هذا العاملي ها الشيء الآخر الآن هم يقولون إلى أنه عندنا معلومات أن الأمريكان الموجودين الآن بالعراق دي يودون جنود إلى إسرائيل لمقاتلة غزة زي اللعنة شعلكم باقي يعني والله ذا تعجمان ما شي يا أخوان تركوا تركوه يعني لو تنتزمون بقراراته وتوجهاته لو تركوه يعني واحدة من اثنين يعني طيب أستاذ غالب لعبة بالموضوع خوش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر